مشاهدينا مثل ما قلنا مع عائبة كسر الكوا ما أقول يكون من كزة عظمي قبل الكوا أو بعد الكوا المشكلة وين بدأ تصير المشكلة أنه نحن لما نسبطونا كوانا بعد الكسر رح نفقد الحركة الكاملة حركة الكاملة اللي هي أربعة حركات اللي هي وحدة اثنان ثلاثة أربعة رح نفقدن رح يتصبت الكوا بهذه الطريقة تقريبا لشهر وبعد الشهر رح نحس إنه نحن ما رح نقدر نعملن كيف رح نبلش؟ رح نبلش بهذه الطريقة أهم شي بعضنا في كل جبار نحن نقدر نعلي إيدنا لحتى أزمنا نمشي تشعراتنا نعمل نمشي دقنا نعمل فرجي ثنانا نقدر نستعملها يلي رح يصير إنه أنا بهذه الطريقة رح جرب علي إيدي شوي شوي وسندها بالإيد الثاني بهذا الشكل يوم بعد يوم رح جرب طوية على الآخر هيده بالبداية بس خلص هيدا التمرين وتأكد إنه إيدي طوية على الآخر بمساعدة إيد الثاني رح جرب تاني شغلية اللي هي بالعكس رح جرب تفتح إيدي على الآخر قدمة فييه ورجعها افتحها بمساعدة إيدي ورجعها بهذه الطريقة لحتى تفتح على الآخر حتى لو أخدت معنا أصبع هلأ تالت حركة شو رح تكون رح تكون البرمي لميلة جوا البرمي لميلة جوا رح أبرم إيدي على مهلة لحتى توصل لمطرح تبطل تبرم رح جيب إيدي الثاني حطها ويجرب ساعدها فيها بهذا الشكل وتركها لحالة ترجع لبرا كمان بنفس الطريقة لحتى تبرم البرمي الكاملة بس برمي الكاملة هلأ رح نجرب نفتحها لبرا بس تفتحها لبرا شو رح يكون نحن رح نسند كونا على خسرنا لأنه نحن عون برمها أزا نواجعنا رح نبرم كل جسمنا معها رح نسندها هون رح جرب نفتحها لبرا وإذا ما قدرنا فتحناها كمان بمساعدة يدنا رح نبرم بهذا الطريقة لحتى تبرم على الآخر مجرد ما قدرنا سرنا نعملهم هيدولة كلهم نتأكد أنه يدنا بلش تصير نوعا ما سليمة رح نروح على مسند قدامنا ومن المستحسن أن يكون مخدة لأنه نحن الكسر هون ما بنحطه تحت شيء يكون قاسي رح نقيا على المسند وهلأ بمساعدة يد التاني رح جرب أفتح يدي على الآخر لحتى تفتح على الآخر وبرجع بسكرها على الآخر وإذا ما سكرت بدي أعطيها هيدا البوش أنا من إيدي كمان بنفس الطريقة وبرجع بطلع هلأ في حال ما قدرت أعمله رح استعين بالضنبل لحتى الجاسبية ساعدني بهيدا الهدف وارجع ساعد إيدي أنا بتطلع ما خليها تطلع لحالة مع الدمبل لأنه الدمبل بدي حطه تقل عليا وبعدها منا جاهزة أنه تحمل تقل بتطلع كمان نفس الطريقة وبرجع بطلع بطلع بعض مرة وبطلع أنا بإيدي هلأ كيف رح نعمل له بما أنه أسره العضلات أول شي رح نبلش بالستراتشن هيموت بي رح أفتح إيدي وبرومة شوف أي مطرح أريح شي بإيدي أنا وفتحها نفترض أنه الإينا هون رح حط إيدي بهذا الشكل ورح كفل برمي كلها أنا وعامل بهادي الطريقة رح عاملها ثلاث مرات بهذا الشكل وارجع ريح كمان بسكرة بفتحها وبرجع عن جديد بفتح ببروم بشوف وين أريح منطقة بكبس وبكفل برمي بهذا الشكل بالطريقة الثانية كمان للستراتشنغ الثاني رح يكون رح يكون بهذا الشكل رح أبرم بشوف وين أريح محل أكبس وكفل برمي بذكر أنه قوعي هلأ عطول مطوي خلصنا هيدولي إيدي عملنا لها ستراتشنغ هي وقوعي مطوي كيف رح سعادها لحتى تفتح أكتر ونعم تستراتشنغ أكتر حط إيدي على البول أول شي مش على الأرض ولا على شي سابت على البول اللي يكون فيها حنية رح أكبس كوعي من هيد المال لحتى يصير جالس وأطوي بتقل جسمي لقدام بهذا الشكل تكون عم بعمل لها استراتشنغ لأيدي كلها بهذه الطريقة هون تكون عم بستعمل منطقة رخوة تحته لحتى ما حطت كثير ضغط على كوعي كمان بنفس الطريقة لتاني مال بهذا الشكل سبت الطابة مظبوط بسبت كوعي بذكر إذا أنا كوعي كان مطوي يعني أنا كون عم بعملها مثل ما كنت عم بعملها قبل شوي أنا بدي كوعي يكون جالس بهذا الشكل مش مطوي جالس وبشد وبشد الآن الطريقة لأصح نعملها رح نروح على الحات كيف رح نعمل رح نحط الطابة على الحات رح نحط إيدنا على الطابة على نص الطابة ورح جرب طق الجسم يكون كله لقدام وأنا كون عم بعملها الستراتشينج بهذا الطريقة بهذا الشكل كمان هد الطابة بتاني إيد بك مش طابة بهذا الشكل وبخلي كوعي جالس وإذا حسيت حالي إيدي مانا ساتة رح أضغط عليها بالإيد التاني بهذا الشكل وبعد للعشرة خلصت هيدول التمارين شو رح أعمل هلأ صار وقت بس بأي طريقة بالفوم رولر رح أعمل ستراتشينج للعضلات بهذا الطريقة رح بلش من هون رح حط إيدي على الفوم رولر ورح جرب أبرومة شمال يمين وحتى تبلش ترخيل العضلات يلي هي مشنجة جراء تثبيت الإيد بهذا الشكل بتخلص بحط إيدي من تاني ميل برربة وبرجعة وببرومة شمال ويمين على الفوم رولر وبذكر أن الفوم رولر بديها الميلة اللي فيها تضريسة عالية مش الميلة المالسة لحتى تقدر تشيدني بهذا الطريقة برجع بروح على الترايسبس الترايسبس بدي أفتح إيدي وسكرها وبرومة شمال ويمين برجع عن جديد افتح إيدي سكرها وبرومة شمال ويمين بهذا الشكل حلا صار وقت البايسبس كيف دي أعمل البايسبس البايسبس بايسبس الليه طريقة خصوصة لعملها رح حط إيدي بهذا الشكل برات البنش وبخلي البايسبس يسائب على الفوم رولر وساعتها أنا بفتح إيدي سكرها وببرومة طلوع وينزول بهذا الشكل وهون كون عم دلك العضلات ليوصل تدفق دم أكتر عليهم ويبلش يصحهم من الإصابية بهذا الطريقة خلصت فوم رولر شو رح أعمل هلا رح أستعمل البنش ورح أستعمل الجاسبية مع الدمبلز لحتى افتح كوي على الآخر شو رح أعمل رح سبت كوي من هون كله بهذا الطريقة رح خلي إيدي تنزل على مهلة تحت وبرجع بعلية على مهلة وإذا حسيت حالي ما عم بقدر عليها رح ساعد إيدي بهذا الطريقة كمان عن جديد تركها تنزل على مهلة وبرجع بساعد إيدي لتطلع لفوق بعد مرة وبساعد إيدي لتطلع هلأ في حال حسيت حالي عم بعمل هيدا الوزن كتير منيح رح تقل الوزن وهالمرة جبت معي وزن أتقل لحتى أعملها رح أكمشها بهيدي الطريقة ورح أنزل هيدا تكون عم شغل معصم كمان بهيدا الشكل وبطلع على مهلة وإذا حسيت حالي مش عم بقدر طلعها رح طلعها بهيدا الشكل كمان بعد مرة بكون فلصت من هيدا رح رجع البنش على المستوى الطبيعي طبعه رح بلش مرن المعصم هي وإيدي مفتوحة كيف جبت معي شاكوش خلق بنعرف لاش رح بلش أنا وكامش شاكوش من هيدا الميلي لأنه بدي الوزن يكون ميلي وحدة رح سبت إيدي بهيدا الشكل رح أنزل وإطلع على مهلة كل مرتين بنزل وبطلع على مهلة رح بعد شاكوش عن نص إيدي لحتى يصير أصعب والوزن يكون أتقل من ميلي وحدة كمان بكمش على الآخر وبتأكد أنه ما يوقع عشاكوش من إيدي ويكسر للأرض بهذه الطريقة وهون رح تكون أصعب مرة وبذكر أنه أنا ما بدي تعالى إيدي معها أنا عمشد أنا إيدي بدأت ضل سابتة مشاناك حتى إيدي فوقها وعمشد بهذه الطريقة منخلص هيدا رح نروح بالعكس عشتغلها من تاني مال كمان مرتين بهذه الطريقة برجع بسحب على النص كمان مرتين بهذه الطريقة برجع بسحب على الآخر كمان مرتين وبذكر بآخر مرتين ما لازم تعالى إيدي رح تظل بهذه الطريقة حلق التمرين الأصعب رح يكون رح يكون بهذا الشكل رح جرب علي الشاكوش لفوق وانزل بلا ما إيدي تقب عن البنش بهذا الشكل بعلي وبنزل بعلي وبنزل وإذا حسيتها صعبة برجع بذكر أنه أنا في قريب عن نص الشاكوش برجع بخطأ على الآخر تمارين الأخير بالشاكوش رح يكون بهذه الطريقة رح نزل وعلي على الآخر بلا ما تعالى إيدي عن البنش بهذه الطريقة تخلص من الشاكوش بروح على الحبل المطاطة وهالمرة شو رح نعمل بالحبل المطاطة رح نعمل التمرين بهذا الشكل رح هدّ الحبل المطاطة من تحت البنش راح سبت ايدي راح علي وعد للعشرة وارجع انزل واذا حسيت حالي بدي بعد في نشد اكتر الحبلة المطاطة لتكون اقسى او في سامكو بهيدي الطريقة راح عد للعشرة وانزل برجع بعملها بالعكس بهذا الشكل بعلي بعد للعشرة وبنزل كمان عن جديد بعلي بعد للعشرة وبنزل كيف ادمرن التمرين الثاني بحط الحبلة المطاطة بالب اصبع وبشده مزبوط وبجرب ابرم لبرة وارجع كمان عن جديد ابرم وارجع خلص هيدا التمرين بشو راح رح اعمل هلأ راح شغل اليد الثاني سواه كيف راح اقضع البنش من قدام وادعس على الحبلة المطاطة لا يقصر وحط اليد الثاني بهذا الشكل واجرب اطلع لشوف اليد الثاني بيطلعوا اتنيناتهم مثل بعض ولا في واحدة بعد على الناس اللي اللي هي منصابة اذا طلعوا اتنيناتهم مثل بعض بساعتها شو بدي اعمل راح مد ايديه بهذا الشكل لحتى يكونوا مجالسين لكواعي اتنيناتهم نفس علوه نفس علوه الكتاف بهذا الطريقة وبعد للعشرة وبرجع بنزل كمان عن جديد بحد للعشرة ورجع بنزل اذا حسيت حالد عيف بهذا التمرين راح روح على الكتلبل بحجرب هديها بهذه الطريقة عليها من هون لبضلها سابتة بهذا الشكل هون يكونوا عم شغل ايدي كلها هي سابتة بلا ما تطوي وتوقع راح نخليها سابتة بهذا الشكل ونعدلها للعشرة بس نخلص هذا التمرين بنرجع بنجرب الحبل المطاطة يلي هو في مقاومة اكتر بهذه الطريقة منعدلها للعشرة وبس تخلص نحن واعدين بهذا الشكل راح نجرب نعلي ايدنا لفوق وننزل نعلي ايدنا قبلا ما نطبق بعنا راح يضلوا في بعنا جالسين نعلي ايدنا وننزل بهذا الشكل بس نخلص هيدا التمرين صار الوقت ان نروح نمرن البايسبس بس قبل ما نمرن البايسبس شرح نعمل جبت معي هيدا الطابة يلي هي بهذا الشكل راح قوي معصم اليد شد عليها وقدل العشرة ورجع رخي كمان عن جديد شد عليها وقدل العشرة وبرجع برخي وهون بنكون صارنا جاهزين يا هبه لحتى نروح على التمرين الرياضية ايدنا فتحت على الاخر صارت قوية بنرجع على الجيم اشتركوا في القناة